اهلا بحضراتكم بعد الفاصل كابتر رمضان ممكن احنا قلنا الانسان او اللعب الكورة لما بيجي يبطل يعني يحاول يجرب هنا شوية هنا شوية هنا شوية انت خدت قرارك مرة واحدة للتدريب اه طبعا ليه اخترت التدريب كنت مجهز نفسك كنت مجهز نفسك اه ونت بتلعب ولا بلعب كنت مجهز نفسك ازاي يعني مع المدربين اللي اشتغلوا اللي انا اشتغلت معي اه يعني خدت من كوتشاي اه خدت من من دوكوتي خدت دوكوتي اه نظر اه يعني لان انا ما لما جيت كان هو مشي ايه اه طبعا الكابتن جوهري حاجة الجميلة دي والحاجة العظيمة في التدريب كنت كابتن انهر سلامة برضو يعني كل يعني انت استفدت من مدارس كتيرة جدا موجودة شغطاها اه اه كل الكابتن عمنا من الحاج نعم اه افضل واحد مداربين اللي يجون في تاريخ مصر اه بيعرف في عدك نفسيا ويحفزك يعني انت كنت اخدت قرارك في تدرر اه اه طبعا انا كنت مجاهز زفس على كده ولا دار ولا اي حاجة تاني ولا اكد اخدت دورات للتدريب اه طبعا اخدت كل الدرسات ايه الدرسات الدي والايه وكل حاجة كل حاجة كل حاجة ويقعدوا في مدرجات زي يعلميها يقعد في المدرج اه في مدرجات افريقيا علميها بيقعد في المدرج عشان ما مش يقعد في المدرج ايه اه انت معاك دورات دي اه معايا طب انت فيه من التدريب لا انا يعني اخر اخر حاجة كانت الحقيقة نادي الانبي وزي ما الناس كلها عارفة عملت فرق اجندا جدا وفرق قوية جدا وبلدرجة ان رئيس النياد الكابتر ناصر الشازلي كان في لقاء بعد المباراتين كسبنا ابو ايدل الاسميدة في ملعب 4 و 1 وكسبنا الحمام 2-0 في ملعبهم والحمام دول محدش بيكسامهم خالص كان عامل لقاء مع الكابتر خالد لطيف وقال له بيسأله قال له لا احنا الكابتر رمضان عاملنا فرق جامدة جدا وحنا هنصعد قبل العيد كمان هنصعد بادر قوي كان قاعد معايا كابتر فروس السيد طبعا نجمل كبير يا سلام احلى وين جرات شفته بالضبط حاجة زي كده جرينش حاجة واحنا عاديين قال لي المزيح كده قال له الكابتر رمضان مش جاد لعيب الكورة ده جابع فريط انا يعني بقالي عشر سينين ما بفرقش على فرقة الالومبي انا لما قالوا لي روح تتفرج استمتعت انت بدأت انت بدأت تدريب فيه في النادي الاهلي مش كده اه طبعا بعد ما اعتزلت اهلت نفسك بالضبط اهلت وخدت الدراسات بتاعتي واشتغلت في قطاع ناشئين قطاع ناشئين عدت كم سنة مع قطاع ناشئين مع مين من مدربين لا كنت انا مسك الفرق يعني انت كنت مسك القطاع اه يعني كنت مسك اول اول تجربة اللي هي كانت مع 11 سنة الفرق التيم اللي هو بتاع سيدعب حفيف وعدت معهم كم سنة عدت سنة واحدة سنة واحدة اه وخدنا معهم البطولة وبتفوق كمان الحقيقة احنا كان عندنا تجربة كان الدكتور عمر ابو المجلي بيقولك ان هو كان مسك اه الفرقة من الناشئين طلع بيها الفريق الاول وحققت نجوم كبيرة جدا انت شايف ان ده اسلم لكل مدرب ان ياخد الفرقة بتاعته ويمشو بالتدرج ولا انت شايف ايه يعني هي دي تجربة نكحة ومع دكتور مسلا عمر وفي تجارب نكحة تانية لما بتبقى برضك اللعيب او الولد الصغير بياخد من الكابتن مصطفى وبياخد من ربنا نتسايد وياخد من دكتور عمر وبياخد من مختار اعتقد ده كمان بيبقى فيها استفادة كبيرة لكن التجربة بتاعت الدكتور عمر لأ هو كان مركز فيها وبيعد فرقيته مسلا هيزود كل سنة هيزود النواحة البدنية قد ايه هيزود النواحة الفنية قد ايه هيزود تاكتك بتبقى عنده برنامج عنده عنده بساحة برنامج ينفزه وعنده بساحة الحقيقة وممكن تبقى سياسة القطاع نفسه طبعا اللي هو لكن عديلي فرقة اللي بعد سنتين طبعا طبعا ودي تجربة نكحة جدا والتجارب التانية طبعا تجارب نكحة طلعت بسرعة البرق بعد سنتين مع الكابتن أنور السلامة الفريق الأول جت ازاي جت ان انا كنت في الابارات مع دكتور عمر انا ودكتور عمر ومحمد عمر بعد سنتين في القطاع الناشئين سافرنا والحقيقة حصلت مشكلة هناك بين دكتور عمر وبين رئيس النادي على اتفاق كانوا متفقين وفنيا وحاجات كده اتغير فدكتور عمر قال لي احنا هننزل فنزلنا يعني شو بقى الحاجة يعني اللي ربنا بقى يكون كاتبها لك كمان محمد عمر نزل على الكابتن جوري اتخب مصر مدرب معاه وانا الكابتن أنور السلامة طبعا اخترض معاه مدرب عام في القطاع في الفرقة اللي سكنة فيها الحياة بعد مايكل وطبعا دي كانت نقلة بالنسبة لي نقلة كبيرة جدا ونقلة العامر كمان كانت محتاجة وقت عشان تتنقل النقلة دي اه طبعا كانت محتاجة وقت لكن هي ربنا جابها لي بدري وانطلقت بعد كده بعد مايش شغلت مع الكابتن أنور السلامة انفصلت عنه عشان تمسك فرق لوحدك اه اين ليستفدتوا من الكابتن أنور السلامة الكابتن أنور السلامة انت عارف من مدربين الكبار اللي في مصر الحقيقة اولا على طول هو محضر شغله اه ومحضر شغله الحقيقة كمان علمي كمان نواحة البدنية والنواحة الفنية والتاكتك عامل برنامج تدريبي عامل برنامج تدريبي بينفزه الحقيقة فطبعا استفدت منه كتير جدا جدا اقدرته لتسعين دقيقة كمان في المباريات برضو من المدربين المميزين جدا فطبعا أخدت خبرات منه زيقا دي الخبرات اللي كانت القديمة اللي عندي اتعلمت من المدرب المصري ولا تعلمت من المدرب الأجنبي أكتر اتعلمت من دوم من ده من دوم من ده عشان مخفص حق كلتشاي انا تعلمت من كابتن جوهري طبعا وكابتن أنور سلامة والشيخ طاها اللي هو طبعا يعني الحقيقة يعني الشخصية عظيمة في التدريب كمان وفي نفس الوقت كلتشاي بعد ما خلصت شغلك مع الكابتن أنور سلامة وبقيت انفصلت عنده وعنين بتمسك بفريق بقى فرق لوحدك كنت أصغر مدير فني في الفترة دي كان سنك كم سنة كان سني 29 سنة رحت أسوان رحت أسوان رحت الألمونيوم وبعد كده رحت البترول ورحت انبي انت ما سبتش ندف مطروجيت مطروجيت وانت ما سبتش وبعد كده رحت بلدية أسيوت وبطرول أسيوت وبلدية المحلة والدخان والرجاء وأخيرا نقلهم بسلم لعنة المحاولة دي كلها لا أنا بص أقولك حاجة أنا خدتها من أسوان لغاية الرجاء اللي هو الرجاء في مطروح في مطروح يعني خدت المحافظات كلها المحافظات كلها وانت بتستمتع طبعا أنا أستنى بموت من التدريب حلو أوي هل زي مثلا الجنوب بتاعنا جنوب الصعيد وشمال لمصر هل فيه لعبة موغوبين هناك يا خبرة بيضة هقولك حاجة يا كابتن مصطفى بعد تجربة الدرجة الأولى على طول مع كابتن أول سلامة أنا جالي نادي أسوان كانوا في الممتاز به فالمستشار مصطفى حمد جالي القاهرة وقال لي احنا عاوزين نتعاقد معاك وكده بس احنا هنشتغل السنة دي مش هنشتغل على صعود يعني مش هنعمل موازنة عود لأن الألمونيوم معاهم أحمد ماهر ثلاث سنين وعمل فرقة جامدة جدا ومعاهم المهندس اللي مردى كان وزير يعني موفرنوا كل حاجة كل حاجة هم يسعدوا السنة دي وإحنا نسعد السنة الجاي قلت له لا قلت له أنا معرفش هشتغل كده عاوز نتعاقد مع بعض نتعاقد مع بعض إن احنا نشتغل على الصعود قال لي طب هنصرف فلوس على الفادي طب ما احنا هنصرف فلوس والألمونيوم هيسعد قلت له لا مين قال لك ففعلا قلت له طب هقول لك حاجة ادي للمدير الإداري اللي معايا كان اسمه عبد الشرقاوي 150 ألف جنيه وأنا هجيب لعيبة ونصعب السنة بال150 ألف جنيه قال لي هنصعب ب150 ألف جنيه قلت له أه روحت بقى جبت طريق مصطفى على موفق الباشا جبتهم من اين هقول لك حاجة التجارب غريبة جدا طريق مصطفى بلعب مباراة في السكة الحديد مع السكة يكون ده في درجة الأولى اه في الدرجة الأولى فجيل إيتو جايلي كده قال لي كابتن ممكن تغربني أنا العيف بباركة الشبابين بابا وانا هعجب هو اللي جالك كده اه هو اللي جالك كده مش حد جايبه فقطوله خش لعبي الشوت الأولاني حاجة تجايبه وقطوله قعد هنا جنبي ما تمشيش ما تتحركش قفو نط منك اه وقطوله بعد شوية وهنروح نخلصك في مركز شام بابا وفعلا خلصت تجربة ثانية احمد حسن احمد حسن تخيل باللعب مغاغة ومغاغة جايين هو كاملها في مغاغة اه متفقين مع المستشار مصطفى حمد ان هم جايبين عشرة لعيبة وهو حطس عنيه عليهم ان هو هيخذ منهم يعني انا هبنلعب شوت الأولاني ولد صغير كده اه كان بيلعب في ملحب ملفت مكسر الدنيا مكسر الدنيا اه فجينا بعد نهاية المباراة قلت له نعاوز ده قال لها كابتن عايزة ايه ده 16 سنة أو 19 سنة احنا عايزين حد سندنا السنة دي قلت له هاتلي ده قال لي طبعا ندفع في ولد 17 سنة اه عشرة تلاف جنيه قلت له ادفع فيه عشرة تلاف جنيه والموسم اللي جاي هتاخدهم 250 ألف جنيه ولعب معانا موسم وروحت مودين منتخب ايلومبي كان كابتن فروس ده الله ارحمه الله ارحمه مع بوكير الرجل الهولندي اه اه اقول لك اسمه اقول لك اسمه الوقت اه اه رحت وراح لعب منتخب ايلومبي وفعلا السنة التانية اه الاسماعيلي خده بـ 255 ألف جنيه كان الوزير رعب منهم اما ورا دفع المبلغ بتاع احمد حسن اه اه اصوال اه كان التجربة التانية بقى سيد معاوض سيد معاوض انا مسكت الاليمونيوم وبعدين دوره متاز اه وبعدين انا بحب اتفرج وانا بمسك فرقة اي فرقة بحب اتفرج على قطاع النشي بس السن اللي بقى قريب فبتفرج على مبارات 16 سنة برضو نفس الحكاية سيد معاوض ده بيلعب وطب بكرة تبقى موجود بكرة تبقى موجود في الملعب وهتتمرم معاوض الكلام ده كان السبت التلات عند لها التحاد سيكندري التلات عند لها تحاد سيكندري ايه دوره متاز اه فانا جيت بعمل المحاضرة بالليل فقلت سيد معاوض بعد المحاضرة لقيت لك اللعبة الكبيرة كلها حسين عبا لطيفة على حمام ابراهيمة على سعيدة على مش عارف ايه وكان نجم المباراة في المباراة دي خد نجم المباراة كان سنه كم سنة كان سنه 17-18 سنة 17 سنة بيبان على اللعين اه واضح واضح وكان يعني كان سبب ان احنا كمان نجيب جولين احنا كسبنا تلاتة يعني كان نجم فهي بردك دولت في اشواط اه من عبد الحليم علي كمان عبد الحليم علي كان بعاية في الشرائية الدخان وعرضته على النادي الاهلي ورغم ان هو احنا في الموسم ده كنا عاملين فرق ست نقاط عال الاتحاد عثمان كان مسيركم الكابتن عصان بهيد ويعني لو هقول لك مسلا ايه سبب رئيسي في عدم صعودنا كان حب حليم علي ضيع مسلا مش اقل من 150 جول انا بعد كده بقى نجم اه انا قلت عليك هيا بقى كمان انا حتى لما كنت باجاء اكلم مع المسؤولين في النادي الشرائية للدخان قلت لهم الراجل ده هيبقى افضل مهاجم في مصر قلت لها كابتن افضل مهاجم اكابتن ده لسنة دي هو لمساعد مصر طب هتشوفه ده هيبقى افضل مهاجم في مصر يعني اذن هنا هبدو لقى تكلامك ازم فيه في بلادنا فيه لعيبة موابين كتير جدا محتاجين عبدالحليم اقولي عن دليبة هو طبعا طبعا محتاجين ان احنا نروح لهم طبعا طبعا تروح لهم حاجة واللي يكتشفهم حاجة واللي يؤمن بيهم بامكانياتهم حاجة تانية فكل الحاجات دي الحمد لله كانت موجودة طيب